عصير بمضاق المونج بدون مونج ايها للا كم مقرتي في العنوان غادي نحضر معك هذا العصير الخطير مضاق غايف روعة ونبدو بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى الي واصحبي اجمعين كيف مجتمعية كيجي خاتر تقيل وكيجي الماضاق ديالو رائع غادي نورك الطريقة باش ممكن انك بطريقة يعني او حيلة اللي كتخليه يعطي الماضاق ديال المونج وهي خيزو كنشدوه ونقيا وضروري ما يتسلق نسلقه خيزو من اللي كتلقه مع الليمون ومسلق نسلقه لكيعطينا الماضاق ديال المونج كونو على يقين يعطي ماضاق رائع عندي هنا جوش خيزوات مسلقه نسلقه ومقطعين جوش بانانات ثلاثة ديال الماندالينات بما انه المرسم ديال الماندارين وكيبقى لكم الاختيار اي نوع ديال ليمون عندكم عندي جوش فرماجات وعندي كاس ديال ضانون بمضاق الفرنبواز والفريز وعندي السنده يمكن لكم استغنوا عليها لما كيبغيش الحلاوه يعني تكفي الحلاوه ديال الفواكه اللي كيناء وضعنون كيبقى لكم الاختيار وعندي الماء باش غنطحن هال المقونات كاملين عصير ليس سهل في التحضير مفيش بزاف ديال المراحل كل شي غادي نديروه في الخلاط وغنطحنوا كل شي طاقة وحده كيف ما كتشوفوا معايا ما غادش نطحن حاجة بحاجة يعني كل شي ما غادي نصفي لليمون على حتى شي حاجة عندك الخلاط الكهربائية عندك الهاشوار عندك الميكسور اي حاجة توفر عندك غادي تقديب على العصير اللي كيجي رائع وانا اكيدة لجربتي غاوي اللي معتمد عندك الى اول مرة تجعينك على القناة وكتشاهدي هاد الفيديو كنت منا فضلا وليس امرا تشاركي في القناة سبج دائما يوصلوك الافكار والحيان والتدابير واحتى الوصفات الاقتصادية مع مطبخ ام ايمان انا اكيدة هاد الوصفة هادي كنتمنى ان كنت بارتجيوه مع الاحباب ديالكم وخصوصا اللي عزيز علي الماداق ديال المونج صفته لي هاد الوصفة هادي بارتجيوه معاه راه اكيد مغيبقاش استغناليا يعني مش ضروري يكون عنده المونج الى عنده يخزوا تلاجه وعنده البانان و الليمون غادي يقعد هاد الوصفة وغايجي فال ماداق ديال المونج فقط معيكم غير تسلقو خيزون السلقة باش يعطيكم داك الماداق كنتمنى هاد الفيديونا لإعجابكم انا هادي الليمون ارا قسمتو معاكم من الداخل باش تشوفوه راه ما فيش العلف الداخل يعني قلبوا الليمون ديالكم حيزا داك العلف اللي تيكون داخل تيخلي المرورة في العصير الى عصرتوه وخليته واحد شويان تم كيف كتشوفوا معي راه ما فيش العلف انا هنيا انا الاغلبية العصير كنوجدو وكنشربو في البلاسة اديرا النصيحة داك العصير بما تخليش كيمشو منه الفوائد يعني لوقيتها اللي كدخلوا الوليدات من المدراسة وكاللغداء بقي موجدش او كيكونوا بحلكة في العشية قبل من القوة تاي ولا المهم ما تشربوش في الليل لان الفوائد يمل احسن نشربوها بنهار باش نستفدو منها في نفس الوقت يعني ما كنخليش لهم فتلاجة باش ما كتمشيش الفائدة ديالهم ديالو هنا يا كيف ماشتوا معايا نقيت الماندالين نقيت الليمون كلو اللي عندي حتى الى عندكم الفواكه المركزة سوف نفيدلي مشاركة معاكم في القناة في بعض الفيديوات اللي كنت تحضيرات رمضان ارجعوا للقناة غاتلقوا مركزات ديال الليمون ديال الحامد سيترو ديال البانان ديال الفريز يمكن لكم تستعملوهم وتحطوهم في المجمد فقط كتاخدوه معي لقات وكتحنوا كل شي يعني كبقى لكم الخسيارة على حساب اللي يمتوفر عندكم هنيز تلقي طاعة ديال الفرماج وزد تحت الكز ديال دانون وغادي نزيد هنا الثاني دا يمكن لكم تصغنوه لها انتم عفتولو انتا تصغر دروري من الحلاوه في العاصر وغادي نزيد الكمياء ديال الما اللي غادي تحليها هاد المكونات اللي عندي اما نعمرش الكز ديال العاصر بالسف لانه كين تبارك الله خيزو كين ليمون البانان باش ما يفيدش لي العاصر من الكارس كنخلي واحد الجزء هكا خاوي وكننا نطحن كل شي وكننا قدموه معاكم كنتمنى لو انني اعطيت لكل متتبعه كيس باش تدوق هاد العاصر الرائح اللي بما ضاق المونج وبلو مونج كنتمنى هاد الفيديو نال اعجابكم وكنتمنى قدمت لكم فكرة او حيلة كبديلة لفاكهات المونج لاعج بكم الفيديو ببرتجيوه مع الاحباب ديالكم وانتظروا دائما الجديد مع قناتي مطبخ ام ايمان ودومتم في رعاية الله موسيقى موسيقى